أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية أردوغان يدخل معادلة الحرب أردوغان يقول كما ذهبنا إلى كارباخ وليبيا سنكون في لبنان هذا التطور الخطير يأتي مباشرة بعد تهديد تركيا الواضح أنه كما كان الأمر في ليبيا وكارباخ سنكون أكثر قوة في لبنان وبالحرف وهو يتحدث في لقاء لمنظمة رئيس واستجابة لدعوات طلب أردوغان من أبو مازن أن يتحدث في تجمع لكن الإجابة لم تكن واضحة من الرئيس الفلسطيني سنكون أقوياء يقول بالحرف سنكون أقوياء في مواجهة إسرائيل كي لا تقوم بكل ما ترغب فيه في فلسطين وكما تدخلنا في كارباخ وليبيا سنقوم بنفس الشيء لا أحد يمنعنا من ذلك سنكون أقوياء لتجاوز هذه المراحل فكأنه واضح بأن المواجهة كانت مع روسيا أنا إذن والآن مباشرة مع أمريكا هذا تطور يؤكد أننا أمام أولا مراحل يتتبعها أردوغان بشأن تطورات شرق المتوسط وتبطي جميع الانعكاسات قبل هذا التحول لأن تركيا عضو في النيتو وستواجه أهم قاعدة متقدمة ليس فقط للنيتو وهذا التحالف وإنما الأمر أخطر بكثير إذ تعد إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي إن لم تكن محوره لذلك فأردوغان يتحدث عن مراحل ولا بد من تجاوز هذه المراحل ويجب أن نكون أقويا هذا الإعداد هو الذي فصلته بشكل كامل CIA في تقرير الله قبل 75 ساعة عندما تحدثت أن تركيا طلبت وساعدت وساهمت بشكل كبير جدا في تجاوز بعض هذه الثغرات التي ظهرت عن النظام الدفاعي والهجومي التركي وأيضا بالنسبة للإستخبارات وإعدادها والفصل الكامل ما بين CIA وما بين المخابرات التركية بعد أن انفصلت من المصاد الإسرائيلي فقد كانت تركيا في إحدى الأوقات مجرد مكاتب للمصاد الإسرائيلي الآن فيه أيضا تجاوز للسعائي وتجاوز لتقييمات الديعائي إذن هناك مراحل تحرق في واقع الأمر وهناك ميزانيات وجهت من أجل تجاوز أي فجوات تكنولوجية لأي حرب محتملة بل أخطر من ذلك حاول الأتراك أن يكونوا على قدر المسؤولية بالنسبة لأمنهم القومي في الدفاع عنه والعمل على أن تواجه تركيا حربا مباشرة كما حدث في وقت سابق مع النيتو وأيضا مع الأمريكيين عندما تحدثوا عن سيناريوها التدخل مباشر وسيطرة على الحكم في تركيا كل هذا يحترق الآن هذه الأوراق كلها من العلاقة مع المصاد العلاقة مع السي آي العلاقة مع الدي آي اي ما يسمى بالخطط الهجومية الموضعية كل هذا يحاول أن يتجاوزه الأتراك لأنهم كانوا ونتيجة علاقتهم مع النيتو أضعف من أن يواجهوا أمريكا لذلك فالقوة التي تبنى الآن تبنى على أساس مراحل ومحاولة أردوغان تجاوز هذه المراحل بالتمويل السريع والقوي أيضا بتجاوز آخر حصار للتكنولوجيا من ألمانيا وأيضا من كندا مع درونات بيرا قدار وغيرها ثم بعدها مباشرة الآن مع كل تكنولوجيا الألمانية بخصوص البحرية والفرقاطات وبناء الغواصات وغيرها وأيضا هناك حصار معلن بالنسبة لأمريكا ضد تركيا بخصوص نقل التكنولوجيا والتعاون مع الشركات الأمريكية كل هذا أمر معلوم لهذا فأردوغان يحاول أن يتجاوز كل الثقوب ونقط الضعف وتجاوز الفجوات بتعبيره هذه الفجوات تبدأ من أولا الاستقلال الاستخبار الكامل ثانيا التكنولوجيا أن تكون البدائل إما في الصين أو في التعاون مع إيران وبعيدا عن روسيا وهذا مهم جدا إذ هناك عروض أيضا من روسيا ولكن من منسوب ضعيف هنا إذن يمكن الحديث عن تحول الصيغة الصيغة أيضا في محاولة بدء صفحة جديدة مع بشار الأسد حليف روسيا ومحاولة الوصول مع روسيا في المنطقة إلى تفاهمات هذه التفاهمات التي لم ينجح فيها الإيراني يحاول الأتراك أن يتعاملوا مع الوضع في هذه العلاقة المعقدة ما بين بوتين وما بين السورية خصوصا وأن بوتين لا يريد أن يخسر بشكل كامل إسرائيل وفي هذه الحالة فهناك من قطع علاقاته الاقتصادية وهناك من عمل بشكل مباشر على قطع جميع العلاقات الأمنية بشكل كامل تركيا اليوم بدون علاقات أمنية هناك صفر درجة بالنسبة للعلاقات الأمنية أيضا على كل صعيد بالنسبة للإقتصاد وهناك البداء التي حاول أن يصنعها ويعمل عليها الإسرائيلي الإسرائيلي يتجاوز بشكل شبه كامل علاقات الاقتصادية مع التركيا وأيضا مع الأطراف القوية لإسرائيل ومجرد هذا الاستقلال عن اللوبيات الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية ستكون تركيا الآن قد بدأت الانطلاق الحقيقي كل ما عدا ذلك أمر مختلف أما الآن فهناك اعتماد شبه كامل على بدائل هذه البدائل دفعت أردوغان إلى الحديث عن دخوله إلى منظمات أغلبها في آسيا إذن الانتماء الآسيوي لهذه المنطقة الأوراسية التي لها حدود مع أوروبا روسيا من جهة وتركيا من جهة ثانية روسيا في علاقتها التي كانت على أساس امتياز في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا على وجه التحديد وكانت ألمانيا أيضا لها علاقات مع تركيا وأيضا كانت مؤاهلة تركيا أن تكون عضوان في الاتحاد الأوروبي فيما هناك علاقات معقدة ما بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا والآن تظهر مرة أخرى عليه إذن هناك اعتبارات شديدة أهمية بالنسبة لما سماه أردوغان بالشجاعة في تجاوز المراحل وهذه المراحل تبدأ من الرقم 6 هذه المراحل الست هي التي يحاول أن يقطعها والآن نحن في المرحلة الرابعة ولذلك فنه الجرأة في أن يقول نعم سأدخل إلى لبنان سأكون هناك وستنهزم إسرائيل لأن تكرار ما حدث في ليبيا أو في كرباخ يعني أن إسرائيل لن يسمع لها بأن تفعل ما تفعل في فلسطين وهذا أمر واقع لأن اليوم لبنان هو الذي يحمي عدم تمرير مخططات إسرائيل في غزة لأن الكل مرتبط بوقف إطلاق النار في غزة كل شيء مرتبط ويمكن أن يذهب إما إلى وقف إطلاق النار وإما إلى توسية إطلاق النار باتجاه حرب إقليمية الخيارات أمام أمريكا واضحة للغاية لا يمكن إلا أن يكون انسحاب كامل من غزة تحت أي ظرف لذلك فكل الضغوط من أجل وصول إلى وقف إطلاق النار على ضوء الانسحاب ولا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار في غزة إلا بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وبالتالي فإن اليوم المقاومة معددة بشكل واسع بالجبعات المفتوحة خصوصا بالنسبة للبنان مركز الفقل وأن تذهب إسرائيل إلى مغامرة في لبنان وإلى الآن تحاول وتتردد أمام هذه التطورات التي تدفع مباشرة إسرائيل أن تواجه إيران وتركيا ظهر واضحا أردوغان بأنه سيتدخل قالها بالحرف لبنان واضحة إلى أبعد حد وحسن نصر الله كان واضحا بالنسبة لقبرص وهذا كله لجعل رسمالة حقيقية جيوسياسية واضحة بشأن الغاز وندرك جيدا أي حرب في الترسيم البحري وهذه المعركة التي خاضها ومهم جدا الآن أن غاز المتوسط وأيضا في باقي الملفات في شرق المتوسط كل هذا جعل حسن نصر الله قصف قبرص جزءا من أجندته هكذا أزال ورقة أن تكون القواعد في اليونان أو في قبرص وهذا الذي دفع إلى دخول الأطراق على الخط هذا كان قبل التصريح وبعد التصريح اليوم أردوغان واضح إلى أبعد حد بالحضور المباشر بالمستشارين بالدرودات بالتكنولوجيا بالحرب الإلكترونية كل شيء سيكون جزءا من هذه الحرب إذن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بسحق حزب الله وأيضا أردوغان لا يرغب أن يسمح لإسرائيل من أن تصل إلى أهدافها في فلسطين وبالتالي لا بد من تقديم التنازل التنازل الأول هو الانسحاب الكامل من غزة لأن هذا هو الذي سيأتي بوقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار هو الذي سينتهي بوقف إطلاق النار في لبنين ولن يتم ذلك إلا عبر الانسحاب الكامل من غزة إذن الأمر واضح جدا ومخطط نيتنياهو أن يبقى في غزة ومن بين الرهانين لا يمكن السماح لنيتنياهو أن يبقى في القطاع إذن أردوغان واضح في التعليق بأن كرباخ لبنين ليبيا بنفس الدرجة وسيكون التدخل مباشرا وهذا الذي لاحظناه فإن كان هذا التقريب بالنسبة لكرباخ حرب كرباخ فإن الجندية التركي سيكون على الأرض أيضا شكرا جزيلا وإلى اللقاء